احنا عرفنا يا ولاد قبل كده ان في مجموعة اعداد اسمها مجموعة الاعداد الطبيعي ومجموعة اعداد اسمها مجموعة الاعداد الصحيح وشفنا مجموعة الاعداد النسبي وخدنا السنة دي مجموعة الاعداد غير النسبي فهل في مجموعة بتتألف من اتحاد مجموعة الاعداد النسبية وغير النسبية اللي فعلا موجود والمجموعة دي بسميها مجموعة الاعداد الحقيقي يعني إذا تكونت مجموعة تشمل أو تتألف من اتحاد مجموعة الأعداد النسبي ومجموعة الأعداد غير النسبية تسمى مجموعة الأعداد الحقيقية ورمزها ح طب نلاحظ ملحوظة مهمة يا أولاد أنا عندي لو المجموعة صفر اتحاد الأعداد الصحيحة الموجبة هيديني إيه تمام الأعداد الطبيعي فبالأعداد الطبيعية اتحاد الأعداد الصحيحة السالبة هتديني مظبوط مجموعة الأعداد الصحيحة طب الأعداد النسبية وغير النسبية يكونوا إيه؟ إحنا لسه إيلينها الأعداد الحقيقية يعني المجموعة صفر اتحاد صد موجب بتساوي طه وطه اتحاد صد سالب تساوي صاد ونون اتحاد نون شرطة تساوي حه يعني حه عبارة عن إيه؟ عن الأعداد الحقيقية الموجبة والأعداد الحقيقية السالبة والمجموعة صفر يعني اكتب حه تساوي حه موجب اتحاد المجموعة صفر اتحاد حه سالب طب ناخد بالنا كويس نون بتتقطع مع نون شرطة في ايه ماينفعش مافيش ابدا عدد نسبي وفي نفس الوقت غير نسبي يبقى تقطعهم فاي طب حه موجب تقطع حه سالب ماينفعش عدد يكون موجبه في نفس الوقت سالب برضو يساوي فاي طب ناخد بالنا لو مجموعة الاعداد النسبية اتحاد مجموعة الاعداد غير النسبي احنا قلناها خلاص كتير بتساوي حه